خليني هنا أنا عايز أفهم أكتر على هذا الفيروس كان عامل إيه في مصر قبل المبادرة؟ وكان ممكن يعمل إيه لو المبادرة دي ما كانتش اتعملت وتنفزت ووصلت لهذه النتائج واللي بيتكلم عليها الرئيس في أنه تصبح مصر خالية من هذا الفيروس خلال أيام معدودة بإذن الله من دكتور أحمد شهين أستاذ الفيروسات بكلية الطب جامعة الزأزيء أهلا بيك يا دكتور أهلا وسهلا مرحبا إزاي الصحة كله تمام؟ تمام الحمد لله ربنا خليه كنت حابب أن احنا نتكلم على صحة المصريين زمان وتحديدا فيما هو متعلق بفيروس C واضح أو كما كنا نعلم جميعا أن احنا كان عندنا الملايين من المصريين مصابين بهذا الفيروس فييجي هنا سؤالي ماذا لو لم تحدث هذه المبادرة؟ ماذا لو لم نوفر هذا العلاج؟ ماذا لو لم نستطيع أن احنا نقدم العلاج بأقل سعر ممكن؟ كان هيحصل إيه في مصر؟ الحقيقة أنا بقول تحققت المعجزة معجزة؟ هذه طبعا كانت لأسياة كبيرة جدا للشعب المصر وهي طبعا خلوة مصر من الفيروس C بعيد المعجزة الجميلة لي أعتقد الخيادة المعجزة كانت مصرة أن الشعب يهنأ بصحة بعيد عن هذا الفيروس يمكن حتى بعض المسألهم أن كورونا هشة بمصر الفيروس C يمكن مصر اللي بصبخة عن أصدقائها وحبيبها في أفريقيا طبعا كان هناك دعم الصحة لأفريقيا علاج وإنشاء مستشفيات بفريقيا من مبادرة تحيا مصر طبعا كان هناك تحديات الملاغية بدأت مصر كذلك تضي خبرتها في هذا النجاح الذي أشادت به ونظامة الصحة لأعلم تضي خبرتها وعلماءها الإصريخية الشقيقة هي نحن نفرحين نهاردة المعطفر المعوى المعرى طبي الأفريقيا اللي كان لأفريقيا كانوا كثيرا وإهتمام مصر بصحة أفريقيا على عكس الماضي كان هناك بعض المناغصات أو أننا كان هناك وعدة بيننا بين القرية قارة أفريقيا الحقيقة طبعا أنا النهاردة يمكن أن ما دخلت المعرض وشفت الأفريقيا بكسرة وطبعا ونحن بنهدي بصحة أفريقيا كان تسعين دولة مشاركة وألف ومثين متحدث وكان تلتمية وستاشر جلسة منهم ستة وثلاثين ورشة عمل الحقيقة طبعا كان نشاط الحقيقة طبعا يدعو للإفتخار كتأين به هيئة الشراء المصري يمكن المؤتمر دولة اللي لفت نظر فيه هذا المؤتمر أنا كنت بسميه دوابة القارة وده طبعا شيء أعيضون جدا أما مصر تحتضم أفريقيا كل البلاد الأفريقية وعشان تكون الزعامة هي الزعامة وكان داكتسف المؤتمر ضوان كبيرة في ضوء توجهات السيدة الرئيس يمكن كان فيه برضو نظر في المؤتمر ملتخة كان عبارة عن ملتخة الشركات العالمية الطبية معاها جمع كبير من ممثلي الرعاية الصحية على مستوى العالم طبعا دا كان بأثر لهم فرصة فريغة لاستكشاف ما يتم وما سيتم في مختلف القضاعات كان مسلزمات صحية أو معامل أو غير ذلك طبعا يمكن حتى لنفط نظري برضو لفث مؤتمر بوقتك ناحية ونحو الابتكار والتجارة على فكر كلمة الابتكار ديا عندنا يعني حاجة كبيرة أول الابتكار يعني الإنسان يسارع الزمن يسارع الزمن ويمكن كلمة الابتكار يعني عندنا الأحدث وعندنا الأجود وعندنا الأعظم يعني طبعا الهلف كان من المغزمر برضو أنه بنزوج قدرة إفريقيا نحو تصنيع من أعشب مأزة تاني كان الدول الأوروبية كان الدول الأوروبية بدأت تأثر باللقاحات اللي عندها وما بتقدم باش تبدي الدول الإفريقية لكن احنا نهضى يدينا في يديهم بنزوج قدرة إفريقيا نحو تصنيع النقاحات والعلاجات المختلفة وده شيء طبعا يعني فعلا من الضرورة بمكان حتى لا تحدث أي بأخر أو كاب أو كارسة ومنتظر صغير 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 أنا بشكورك جدا يا دكتور كل شكر الدكتور أحمد شهين أستاذ الفيروسات بكلية الطب جمعت الزأزين ترجمة نانسي قنقر